موسيقى 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 أو بالدول العربية كمانا بدي أوجه لهم كل التحيات ما خفتي بس بلشتي نحنا قد ما صرنا عايزين إشياء وطلع كتير جمعيات أكيد وكلها الشكر لإلا لأنه بالفعل لو ما هالجمعيات وهالأشخاص عم تشتغل يمكن ما قدرنا نكفي ولكن أنت ما خفتي وبالدواء يعني اللي هو اليوم حاجة ضرورية لكل شخص لأنه ما بقى عنا أدوية وإذا فيه ما فينا نشتريهم أول ما بلشت يعني أول مرة طلب مني دواء ما كنت بعدني بعرف وما كانت بعد أزمة الدواء الأد متعفق نعم فخفت من ردة فعل الناس أنه كيف حيتجاوب مع هالتويت اللي هو طلب مساعدة هيدا شي كتير كان مثل رهبة صارت عندي هلأ أكيد كل ما تيجيني حالة بعطلهم بحمول مسؤولية مرات ما بنام الليل قبل ما تسكر وطبعا الفولوورز اللي عندي كمانا تحية كبيرة إلهم لأنه لو ما دعمهم ما بقدر ساعد ولا عائلة بس كل مرة نزل تويت عن حالي كنت أطلب من الله أنه يا رب تتسكر دغري وفعلا ولا مرة إلا ما يستجب لي وهون كمانا بدي أشكر الله لأنه وقتها الإفقد القوة يعني ما في خبرك قديس صعب أم تدقلك ما عندها حليب لأولادة أم تدقلك ما عندها أكل بنتي عباب المستشفى عم بتموت أنت ما معيك هن للمبلغ ناطرة متبرع قديس صعب الناس اللي أنا ما بعرفهم شخصيا يتبرعوا للشخص اللي هن ما بيعرفوه بس بناءا على مصدقيتي على التويتر بناءا على الناس شو عم تحكي عن كفك بكفة وهيدي مش أنا هيدي نعمة من عند رب العالمين عطول بقول هيدي نعمة من الله جويس كفك بكفة بلاشتيا ما خفتي ولكن كيفوسقوا الناس فيك لأنه مش أهم شي واحد هو يبلش يحط تويتس وتنزل عليه المساعدات طبعا شو بيأكد لي أنا أنت مش عم ت 100% أنا تعودت من الأول المتبرع اللي بده يتبرع بعطيه رقم العائلة واسمهم والهوية طبعهم كل الملف الطبي إذا كانت عملية مع رقم الدكتور إذا حاب هو يتواصل معهم وينزل يدفع بالمستشفى ما عندي مشكل وإذا ما حاب هو عن طريقة أنا ببعث المصاري أو ببعث يندفعوا بالمستشفى وضغري ببعث الفواتير للمتبرعين نعم من هون هيدي المصدقية والحمد لله وكل الأوقات كانت عم بيمشي الحال بس يا أبيك ظروف بس أنا أوقات ما مشي الحال طبعا في حالات نزلة ليل كتير أقل من 20 حالة من بين فوق الخمسة عشر ألف حالة اللي مساعدتهم هن ما يتسكروا بعدين مرات يتبين أنه منا مزبوطة الحالة كانت يعني سبحان الله عطول بشوف أيدي الله عم تشتغل يعني المزبوطة بسواني بيتسكروا قد ما كان المبلغ كبير يمكن عم بيتواصلوا اللي عم بيتسكروا كمان مع المستشفيات يعني عم بتكون الحالة مزبوطة موجودة قدامه طبعا يوراق كلها مستندات طبية مختومة من المستشفى سيبق أو من الطبيب أو وزارة يعني أنت رسول أنا رسول هدي أحلاك الماء الأقلطية يعني أنت بين الأشخاص اللي عايزي وبين الأشخاص اللي عم تنبرع مية بالمية مية بالمية أنا بوصل الحالات وانتو كفل بي اليوم الإدوية نحن وين مع كل هالقصص اللي عم بتسير ومليس مع كل الأشخاص اللي عم بتجي ومسافر وكل الأشخاص اللي قادرة تساعد بالدواء ما بيقولولك غير بدنا دواء لأنه في أشخاص عندها أمراض مزمنة ما فيها ما تاخد الإدوية تبعك اليوم يعني عندك أشخاص بيصال عندها عشر حبوب بدواء بالنهار هالأشخاص هايدي كيف عم بتأمني للإدوية إذا بدك تساعدة اليوم خليني أقلك شغلة هيدا الدواء هو الوجع صار طبعا الناس يعني حتى أبسط الأمور اللي هو بنادول ما عم نقدر نلاقيه بالصيدليات كنا نلاقيه وين ما كان بطلنا نلاقيه هون بتحس الشعب قدامها تبوح وما قادر يحكي بقى خلص تعبنا يعني حتى بدون يدافوا عن حق وما بقى فيهن كيف عم أمن الأدوية بطلب من الناس اللي بره هني بالأحرى بيقولولي شو بتحب نجبلك ما أنا ببعتلهم ليس 6 أدوية لأشخاص مفؤودين كليا بلبنان في ناس بيبعتولي مصاري تأشتري الأدوية طبعا فيه فوطير بس أني ما بقى بدون فوطير مني يعني بيقولولي لا ما تبعتين نحنا منعرفيك وفي ناس بيبعتولي الدواء على البيت يعني ممكن مرات بيبعتولي أدوية كانسر اللي هلأ ما بعرف كيف قادرين المسؤولين يسكتوا عن هيدا الموضوع هنوصل لوقت إذا كفاني هيك أكتر من 200 شخص حيموت لأنه ما عنده دواء كانسر بالشهر كيف قادرين يعني ما قلنا غير الله يعمل شي عجيب بقى بس هود الناس ما عندهم حبة مسكن للوجع حرامة عليهم شو عم اللي بعم بتشوفي وجع الناس شو تغير معيك شو من حياة إنسانة عادية بعدك إنسانة عادية ولكن عم تعملي شغل جبار طبعا شوفي من زمان أنا مسألا يقولولي اللي بيشوف مصيبة غيره بتهون مصيبته ما كنت أفهمها لأنه قول طب ما أنا عم يصير معيك وأنا مدايئ أو هن مدايئين بس أنه كل واحد عقده كل واحد الله بيبعط له صليب عقده بس هلأ صرت عن جد صدقيني يعني مبارح صارت معي كنت عم بيكل وضل في شعفة خبزة هالأدقى الطاولة ما كان إلي قلب كبه لأنه عن جرات في ناس صاروا بحاجة لهذه الشعفة تغير كتير قصص تقربت من الله أكتر يعني أنا صرت عايزته أكتر هلأ بدي إيه وقف حدي لأنه ما بقدر يعني أنا بيحكيني أكتر من مئة شخص بنهار مرات بردع الكل بلاحق مرات برفض حالات لأنه أنا لحالة ما معي يعني فريق عمل ولا عندي أنجي أوز كبار أو أحزاب بتدعمني أنا ناس مثلي ومثلك ناس موجوعين أو ضيقوا نفس الوجع هنه اللي بيساعدوا فهيدا فهيدا ليه ليه بنلشت هيدا الشغل ليه ليه منه شغل ليه بنلشت هيدا الميسيون لأنه نهار اللي طلبت مني اللي ست سعدها بدوا باية حرقتلي قلبي قالتلي صار له شهر قاعد بلا دوا مما عميتين ألف ليرة كان كل الأدوية اللي هنه تمين أدوية مما عم حقوا لتجيبهم اللي عم بحس حالك عم تنفع لي هلأ لأنه كل واحد عم جلت صدقيني أنا من زمان بقولها إذا الواحد بحط حاله محلة تاني ما كنا منصير هون ما كان حدا مننا بيتعزم ما كان حدا مننا بيبكي ما كان حدا بيوجع بس الوقت اللي نحنا فيه صار أكتر مصلحة الوقت اللي نحنا فيه صار أكتر مين أقوى بالإجرام هو اللي بيوصل مين مدعوم مين عنده ظهر فاسد أحسن ما نقول غير شي هو اللي بيوصل الفقير والمعطر والموجوع ما فيه إلون غير الله ما خفتي خفتي كتير كتير صدقيني أيام ما نم ليالي ما نمها إنه يا رب تتأمن هالحالي لأنه الام بستحكيكي وقلبه محروقة عقبنا وتحطي حالك محلة تعرفي شو لازم قدي لازم بدي أكتب بدي ضل أكتب بدي ضل أطلب بدي أقلهم للنس ساعدون ساعدون هيدا الشي اللي أكتر شي بيخوف والبيخوفني أكتر لما ما تتسكر الحالي هونيك العزيم لأنه بصير حس حالي حاملة مسؤوليتهم وعتتيون أمل بطلع لأ أنا ما بعطي أمل أنا بقلهم إن شاء الله بتتسكر عطول ووقتها لقول إن شاء الله أنا عم بطلب من الله يكون حدي وهو عن جد ما عم يرفض لطلب ولا مرة الحمد لله جويس أنت من من طريقة حياة لطريقة حياة أخرى نقلة نوعية شو بتنصحي الشباب اليوم نحنا عم شوف حولينا كتير أشخاص كتير ناس بدأت تساعد ولكن شو بتنصحيهم اليوم إذا بدون يساعدوا يعملوا مبادرة فردية تكون تكون عم بتاعت أدد فاليو لها المجتمع أول شي أنا بقول إنه مطلع أي شخص قادر يساعد حتى لو كان فقير يمكن مرات تزوري فقير هادي عنده كأنك أخذت له وليمي تأكل بقى يشوف دحكتي يقلك صباح الخير وتقله صباح الخير صدقيني هادي معنوياً كتير بتأسف كل إنسان لو قد ما عاشه قليل يمكن بربطي تخبز قادر يساعد اللي بيشوف جاره نقصه ربطي تخبز ما يقول إنه شو راح تقدم وتأخر لا خد له إياها تركع باب البيت ما تطلعوا فيهم أنتو عم تعطون في ناس بيزلون لأن في ناس بيقولون إنه إحنا جو بنيه لكون أكل أنا مرسي ما برد علي بقللون الشكر لأله ومرات ما بردوا كلهم بيعرفوا ما تشكروني إلي أنا ما عملت شي أنا وسيط بس عن جد بس عن جد مطلق أي إنسان بالقليل لو بألف ليرة هي حق حبي الدواء عم بتسكن له واجعه عنهار خد له حبي الدواء هادي نصيحتي لكل الناس وشوي شوي يعني أنا بلشت من ماشي صرت بساعد أكتر من خمسمائة عائلة بالشهر إن كان بيدواء أو أكل ما عدا حالية العمليات كلنا قادرين نعمل بس نقول يا رب كون حدنا منقدر نعمل المستحيل كفك بكفي كيف نتواصل معك كفك بكفي واتساب سبعين واحد خمسة واحد تلاتة تسعة تسعة أو حبر صفحتي على تويتر اللي هي أكتر شي أكتب عليها لأما بلحق يكون بكل المنصات ما سدش على الخاص مرات بطاول ترد نهار أو نهارين بس أكيد برجعة برد لأنه بيكون عندي قزر شخص حكيني ما إيجا أنت قادت لجمعيتيك؟ كتير حربوني خاصة أنت أقلك يعني من الآخر أنا بكتب سياسي على التويتر يعني أنا بقول يعطيكي ألف عافية؟ أنا بقول كلهم يعني كلهم بس ما نجم نجمل كلهم يعني فيه ناس قوادين فيه ناس قوادين بس خلينا هلأ طلعنا على الموضوع بس فيه جملة بالضروري أقول إذا حضرتك دليتك تدافع عن زعيمك أنا تلقائيا بدي دافع عن زعيمي لازم كلهم يسقطوا لحتى نحن نوقف غير هيك ما رح نوقف كلهم يعني كلهم وستمائة كلهم يعني كلهم وكيف عم بينتقدوك على تويتر وبيبعتولك دوا؟ صادقيني شوفي الناس اللي بينتقدوني هني بيعرفوا أنا اللي عتب كبير على الفريق السياسي طبعهم اللي وعدنا وما نفز هني بينتقدوني وهني أكتر الناس اللي بيساعدوني لأن بيشوفونا قدي محروقة محروقة عواجة عن الناس أنتو لوصلتونا لهم ما توعدونا ما تقولونا نعمل ما منحكي نحنا ما منلومكن بس أنتو وعدتو مراراً وتكراراً وما زلتو وبعض كن عم تضحكوا علينا يعني أكبر من انفجار مرفق بيروت خلص قولوا كلهم يعني كلهم شكراً إليك جويس يعطيكي ألف عافية وأكيدة ع تويتر وعلى واتساب على نمرتيك وإن شاء الله إنو هالمبادارات الفردية اللي عم بتكون متلك ومتلك كتير أشخاص تانية نقدر نوصل إنو نتساعد يكون كفنا كلنا بكف بعض حتى نقدر نقوم ونكفي لو ما هيك كنا رحنا لو ما هالكف بكف التاني ما كنا كفينا طبعاً إن شاء الله أنا عنجات بدعي كل المختربين خاصة اللبنانيين اللي هن بتحسيهم قلبهم على اللبنانية أكتر من ما اللبنانية قلبهم على حالهم بيقتلوا حالهم تاي سيعدوا صادقيني مرات يمكن خمسين ألف ليرة بيبعتولي عشرة دولار بيبعتولي من برا تأشتري فيها أدوية أو إبعتها لعين عنجات بدعيكم كلكم سوا لحتى تكونوا حدنا نحنا بحاجة لكم جيز في الدول بديل كيف كيف ليش نحنا ليش نحنا ما عم نروح نحو الدول بديل طبعاً هي الفكرة إنه بالبنان مثل ما عوادونا كان الأطباء أو الفرماشيات هلأ أنا ما بدي أحكي شو بيستفيدوا هني بس أنا بدي أقول إنه الطبيب بتمنى منه يبقى يخبر المريض يقل له اسم الدواء ويقل له هولي البديل تبعه لأنه المريض ما بيوسق إذا أنا جيت قلت له هيدا البديل مع العلم بكون أنا سائلة طبيب وسائلة فرماشانة إذا بيقدر ياخدوه وعطول بقل له راجعوا الطبيب شو هو البديل لأن الأدوية البديلة بعدها متوفرة أكتر من الأدوية الأصلية بقى يسألوا الطبيب عن الجنريك والصيدة اللي هو كمان مفروض يخبرهم شو هو الجنريك حتى على القليل نقدر شوي يعني نأمن الأدوية لأهلنا ولأخوتنا شكرا أليك جوس وعطيك العافية شكرا مشاهدينا بريك من بعد المرة ترجمة نانسي قنقر